الخير على كل حبيب اللي في قناة عالم نوعات نوريني واتمنى يا ربي دايما نكون لجميع فألف خير تعالوا بقى نشوف الخبر ده معنا حمزح بقالك الأرض رهام سعيد تسيبه متابعة لها على انستجرام تعالوا شوف بقى اللي حصلوا ايه تفاصيل الخبر ده بالزبط نشرة الإعلامية رهام سعيد عبر حسابها الشخص على انستجرام صورة من كتاب نهاية الأيام مكتوب على الصفحة انه في عام 2020 سينتشر مرض في العالم يهاجب الجميع وله علاج وسيختفي فجأة مثل ما جاء فجأة ثم يعود ليهاجم العالم بعد عشر سنوات ثم يختفي للأبد في إشارة منها لفيروس كورونا وعلقت الإعلامية رهام سعيد على الصورة قائلة جزء من كتاب نهاية الأيام توقعات عن نهاية العالم وعلقت إحدى المتابع رهام سعيد على المنشور قائلة والنبي نقاطينا بسكاتك لترد الأخيرة قائلة طب تعرفي تغوري من هنا قبل ما يتمسح بهلك الأرض الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارا بمنع ظهور الإعلامية رهام سعيد لمدة سنة على كل وسائل الإعلام بناء على توصيل لجنة الشحكاوة بالمجلس التي توالت التحقيق مع رهام سعيد وذلك لإنهاء لأهانتها مرضى والسمنة خلال برنامج صبايا الخير المزاعة على قناة الحياة وجانة محكمة جنح كثم الجيزة قضت ببرائة الإعلامية رهام سعيد من التهم منصوبة إليها في قضية أهانة السمنة وقد شمل الحكم عدم كبول الدعوتان الجنائية والمدنية طبعا حبيبي إذا ما نشوفنا كده رهام سعيد بصراحة مزودها خالص الأيام ديت كل فترة كده تطلع بحاجة جديدة وتعمل شوء كده وتعمل شوء إعلامي يعني من الآخر وطبعا أستنى أسمع رأيكم يا حبيبي في اللي حصل دوت هل أنتوا مع رهام سعيد هل أم هل مع المتابعة اللي أنتوا لي قالت لها يعني نقطينا بسكاتك والكلام ده هاستنى أسمع رأيكم يا حبيبي في قسم التحلقات من تنسونا جبقى كده في لايكات وشير وسبسكريب لشان إن شاء الله يصلك كل جديد على قناة عالم بنوعات شوفك على خير يا رب مع السلام شكرا